بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على البوث الرحمة العالمين مع كنزا عظيم من كبوز السنة لا يعلموا أكثر الناس الفضل العظيم لدعاء الاسترجاع عند تذكر ومصيبة ربما الكثير مننا يعلم دعاء الاسترجاع لكنه لا يعلم فضل دعاء الاسترجاع والكثير أيضا أو أكثر الناس لا يعلمون فضل تكرار دعاء الاسترجاع عند تذكر ومصيبة الأول ما هو دعاء الاسترجاع وما هو فضل دعاء الاسترجاع وما هو فضل أن أنت تكرر دعاء الاسترجاع كلما تذكرت المصائب ستنه أمو السلام رضى عنها مات عنها زوجها أبو سلام رضى عنه وكان من خيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من خيرة المهاجرين بات في غزة بدر فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قولي إنا لله وإنا إلهي راجعون ثلاثة مرات ثم قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ما من مسلم يقول هذا الدعاء إلا وأخلف الله عليه ما هو أفضل فقالت مثل ما علمها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قالت قلت في نفسي من أفضل من أبي سلم ماتع شهيدا في غزوة بدر يعني أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء الذين شهدوا غزوة بدر 313 واحد الذين جهدوا في غزوة بدر أفضل خلق الله بعد الأنبياء لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعل الله طلع على أهل بدر فقال لهم أعملوا ما شهتم فإني قد غفرت لكم فتزأل نفسها من أفضل من أبي سلم حيأتيني فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يطرق عليها بابها يطلب يدها يخطبها وهي تتدلل تتدلل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إني مرأة كبيرة وكانت في السلسينات يعني كانت كبيرة ولا حاجة بس وما للصحاب رضا عنهم كانوا دايما يعني بينظروا إلى الموت يعني على أنه هو قريب جدا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الموت أقرب لأحدكم من شراك نعلي فقالت له رسول الله أنا مرأة كبيرة فقال لها أصابني ما أصابك أنا كنت كبير أنا كمان كبير قالت له رسول الله أنا مرأة ذات عيال فقال لها عيالك عيالي كل ما تقول له حجة حجة يبطل هذه الحجة شوفوا 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 دعاة بيعمل إيه قالت له رسول الله أنا مرأة غيورة شديدة الغيرة وأخاف أن أوذيك بغيرتي فأهلك فقال لها سأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزع من قلبك الغيرة فدعا الله سبحانه وتعالى فنزعت من قلبها الغيرة وتزواجها رسول الله وكانت من خيرة نساء الرسول وحدثت عن الرسول سبحانه وتعالى حديثة كثيرة في السنة طب ربما الناس كتيرة بتعرف الدعاء ده لكن ما تعرفش بقى الفضل التذكر كل ما كل ما تذكر المصيبة دي شوفوا الحديث العظيم ده من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقاد مع عهدها كاتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب من أصيب من أصيب من أصيب من أصيب من أصيب فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقاد مع عهدها خليب لكم كاتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب يعني إيه الكلام ده طب ليه ربما ربما سبحانه وتعالى عمل لنا السبب العظيم لأن الدعاء له تأثير قوي جدا على القلب رسول صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب من مصيبة فذكر مصيبته فأحدث السرجاع يعني واحد حصلته مصيبة وانت قادم عهدوها يعني مصيبة حصلتك من عشرين سنة أول ما فتكرتها قلت إن لله وإن لله رجعون إن لله وإن لله رجعون إن لله وإن لله رجعون اللهم أرجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا كتب الله له من الأجر مثل له يوم أصيب يعني ربنا يديك نفس السواب اللي انت خدته لما نازلت لما وقعد بك المصيبة طب لو أنت قررت الضعاء عشر مرات كل يوم لو قررت عشر مرات طولهم هتأخذ نفس السواب اللي خدته عند نزول المصيبة وكلما عظمت المصيبة كلما عظمت البلاء كلما عظمت الأجر يعني على سبيل المثال ولاس الحصر موت الإبن أو البنت موت الولد مصيبة كبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا هم الله سبحانه وتعالى أن يقبض ولد عبد فبعث الملائكة اذهبوا فاقبضوا ولد عبدي فترجع الملائكة فيقول لهم رب العميس سبحانه وتعالى هو أعلم أقبضتم ولد عبدي فتقول ملائكة يا رب نعم أقبضتم فلذة فؤاده فتقول ملائكة نعم يا رب وماذا قال عبدي قال يا رب حمدك واسترجع خلي بالكم حمدك واسترجع تعني قال إنا لله وإنا لنا رجعون تلات مرات وقال الزكر قالوا فيقول لهم رب العميس ابنه لعبدي قصرا في الجنة وسموه بيتا في الجنة وسموه بيتا الحمد يعني لو واحد بطل ولد وأكيد اللي بيموت له ولد ده بيفتكر المسوبة دي كل يوم وربما كل ساعة لو قال الجملة دي كل ساعة هيبنى له أصر في الجنة يعني لو اتكر مسوبته دي عشر مرات كل يوم وقال الجملة البسيطة دي إنا لله وإنا الله رجعون تلات مرات يعني قال هيبنى عشر أصر في الجنة هو قاعد مقصرا على كده أي مصيبة مقصرا على كده أي مصيبة طب ليه السبب العظيم ده لأن الدعاء ده من أعظم ساغ الحمد لله ورده بقضاء الله فالمنقبة الأولى أن أنت ما بتقول الدعاء ده يبقى كل ما يزالك أنا عامل نفسي ورد مع أسكار الصباح والمساء أستحضر أستحضر كل مصائب اللي حصلت لي في حياتي كل يوم ورح أقل إنا لله وإنا الله رجعون وكلنا حدستنا مصائب وفواجع استحضر بقى كل يوم ولو استطعت مع أسكار الصباح وماشي ومساء وماشي لو قدرت بعد كل صلاة استحضر كل مصائب اللي حصلت لك حصلت لك في حياتك فقد عزيز فقد مال فقدت مبلغ كبير من المال نتلك حد عزيز أي مصيبة حصلت لك تأخر زواج أي شيء استحضر كل المصائب دي وقول إن لله وإنا الله رجعون ثلاث مرات اللهم أرجعوني في مصائبي يعني أنت بقى بتحمد ربان على كل المصائب دي وأخلف لي خيرا منها يو تاخد سواب كل المصائب دي وانت قاعد كأنها لسه حصلة دلوقتي شوف فضل عظيم فضل عظيم جدا جدا ده تبقى دي منقبة الأولى منقبة الأولى إنك أنت تحصل سواب نفس السواب اللي انت خدته في المصائب دي كلها بجملة واحدة عمل يسير وصواب عظيم المقابلة الثانية ربنا ربما بإذن الله ربنا يديك نفس يعوض عليك زي ما عوض إذا ستين أم سالمة فازت بالرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء ده في أعظم من كده يعني الدعاء ده كان بنسبة سيدتنا أم سالمة كان كنز عظيم جدا كان سببا في أنها تزواجت بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تقول مين حقيقة من أفضل من أبي سلمة مش عارب يش لقى أي حد فلقت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفضل قال خلقها على أطلق بسبب الدعاء ده فكلما أنت هتقول الدعاء ده ربنا يخلف عليك بالله أحسن أنا مش بفالك لأن ده دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما من مصري يدعو بدعاء إلا وعطاه الله سبحانه وتعالى ثلاثة خسار إما أن يستجيب له إما أن يستجيب له في الدنيا أو يدفع عنه بمصيبة على قدر الدعاء أو يدخل له هذا الدعاء في الجنة والشيء التالي ده أفضل خيارات على إطلاق يعني لما ربنا يديك وفي رواية أن يعطيها الله سبحانه وتعالى إن كان له رزقا يعني إذا كان أنت بتطلبه رزق وفيه مصلحة راجحة لك يعطيك الله سبحانه وتعالى ما أطلبت في الدنيا هذا شرط أن تكون محقق شرط الدعاء تكون حاضر القلب تكون بتاكل من الحلال لا تدعو بإثم أو بجور أو بقطيعة رحم لا تعجل في دعائك يستجاب له أحدكم ما لم يعجل قالوا أصول الله يقول دعوت الله سبحانه وتعالى فلا ما يستجب له فيستحسر فيترك الدعاء فدعى له شرط لو أنت وفيت شرط الدعاء يبقى لازم ربنا يديك أحد ثلاث خسار لأن ربنا قال في سورة البقرة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذنك سيد عمر الخطاء قال أنا لا أحمله هم الإجابة فإن الله تعالى قد تعهد بها وقال ربكم ادعوني أستجب لها لكني أحمله هم الدعاء إذنك أدعو ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يستجيب أكون حاضر القلب أتوخى ساعات الإجابة السلس الأخير من الليل عند الإفطار وانا مسافر عند نزول المطر يوم الأربع بعد صلاة الدور بين الأزان والإقامة بعد الصلاة بعد الخمس صلوات ودي أوقات إجابة أكون باكون الحلال ودي أما حاجة إذنك لو إذنك استوفيت شرورة الدعاء يبقى لازم ربنا يديك كما يستجيب لك في الدنيا أو يدفع عنك مصيبة على قدر الدعاء تبقى فيه مصيبة ينزل على دماغك وربنا يدفعها إذنك مش حاسس إذنك لا تشرع لكن ربنا يدفعها الرسول العسامي يقول في الحديث الدعاء والقضاء يعتلجاني في السماء إلى يوم القيامة ولا يدفع القضاء إلا الدعاء في فعل بين القضاء والقدر القضاء المكتوف في الوحي المحفوظ ما بيتغيرش لكن القضاء بيتغير ويمحو الله ما يشاء ويضبط وعنده أم الكتاب المكتوف في أم الكتاب ما بيتغيرش لكن المكتوف في صحف الملائكة يبقى أنت بتاخد بالأسباب القضاء بيتغير بالدعاء وفيه مصيبة نازلة أول ربنا يدخل لك الدعاء ده تجيب تخش الجنة تلاقي صعب عظيم جدا مستنيك فتسأل تقول يا رب أنا ليه هذا السواب عملي ما وصلنيش قاله ده بالأدعية اللي أنت دعيتها في الدنيا وما استجبتش لك فيها فاتدخرتها لك ربنا يقول لك كده فاتدخرتها لك وهذا هو السواب فيقول يا رب لأيتك لم تستجيب لي ولا دعاء واحد ولا دعاء واحد وما أرى السواب العظيم يبقى أنت لما هتقول الدعاء ده يبقى أنت بتطلب يبقى ربنا عوضك إذا كان ربنا عوضك ممكن عوضك ثاني وعوضك ثالث وعوضك رابع لأن خزائن الله يحن ندعو ويبنعمل علينا وندعو يبقى دعاء ده كنز يبقى المصيبة اللي حصلت لك دي كل ما تتذكرها كل يوم أو ما تستناشى أنت ما تتذكر مصيبة لا أنت استحضر المصيبة استحضر كل المصائب اللي حصلت لك في حياتك وكل هذا الدعاء يديك ربنا نفس الأجل اللي أنت خده في كل المصائب دي وربنا عوضك بلوه أفضل لأن أنت طلبت من ربنا الله ما أخلفنا ولازم لما تطلب لازم تاخد أحد ثلاث خصائب المنقبة الثالثة بقى أن الدعاء ده علاج أو دواء القلوب تعالي دواء القلوب كلنا نعاني بدرجات متفاوتة من عدم الرضا عن قضاء الله أمراض القلوب زي ما ابن القيم يقول لك أمراض القلوب فمن أهم أمراض القلوب في هذا الزمن وعدم الرضا يعني عدم الرضا الإنسان بيبقى شواضي عن قضاء الله فالدعاء ده يطهر القلب وينقيه ويعلمك الرضا وقرب لو أنت بشو يصدق لما تتذكر المسيطة بتاعتك قل إنا لله وإلا الله راجعون إنا لله وإلا الله راجعون إلا الله راجعون لأنهم أجرني في مصيباتي وأخلو في لي خيرهم منها أتشعب الرضا والسكينة والطمأنينة تنزلوا على قلبك لأنه دعا ده فيه التسليم تسليم التام والانقياد التام لقضاء الله سبحانه وتعالى هتا بتقول لي يا رب أنا سلمت مش زال اللي بيقول أنا راح راح هسلم بش هسلم بالمكتوب ولا حرض هبات مغلوب لا هتا بتقول لي يا رب أنا سلمت أنا سلمت بالمكتوب بالمكتوب وراضي بي فهيوم ربنا سبحانه وتعالى ولازم لما الإنسان يزعن ويستسلم ويرضى بقضاء الله رزم ربنا يبدله بالأحسن فالدعاء ده هو عبارة عن استسلام والانقياد زي ما قلت لكم في خواتيم سورة البقرة لما نازل قول الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله قالوا من يدرش على الآية يا رسول الله يعني كلفنا من الشرق من نطيق لكن ربنا حاسبنا على اللي يجيش في قلوبنا من يدرش استسلامه قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولاك قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولاك قالوا سمعنا وأطعنا قالوا نازل التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت من قول أو عمل وعليها ما اكتسبت من قول أو عمل وربنا غفر لنا أو تجاوز عن لذلك الرسول صاحب قال في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تقول أو تفعل لولا إن الصحابة استسلمه أزعنوا والله كلنا ضيعنا كلنا كالربنا حاسدنا على كل صغيرة وكبيرة تجيشوا في أنفسنا ودي شيء خطير جدا الصحابة قالوا يا صلى الله إننا نجدوا في أنفسنا ما تتعظم أن تنطق بيها ألسنتنا قلع واجدتموه قال ذلك صريح الإيمان الشيطان بجري في الدم من الإنسان بجري الدم في الأروق في قلب الإنسان خواطر كفرية وخواطر شركية ومن خلق الله لكن ربنا عفى عننا الأشياء اللي في دخل النفس فإذا إبقى أنت لما تستسلم بطول الدعاء ده كي أنك تستسلم وبترضى بكل المصابي اللي حصلتك في حد القياب التام وبترضى إبقى إذن الزكري ده عبارة عن دواء لطهارة القلب ويعلمنا أن إحنا يرسل قلب الرضا والقناعة بيبقى حدث الشيء الرابع يجعلكم من الحديث الحمدين لأن أنت تحمد الله على المصيبة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أفضل عبادة الله يوم القيامة الحمدون بتجديد المين مش الحمدون الحمدون فلما تستحضر كل المصابي لحاصلتك في حياتك وتروح قايل وتروح مسترجع إبقى أنت تحمد ربنا على المصابي لحاصلتك كلها في حياتك إنسان يحمد ربنا على النعمة لكن لما تحمد ربنا على المصيبة تقول إن الله ما أكرني في مصيبتي وأخل في لي خير منك لأن الدعاء ده عبارة عن حمد ورضا وتسليم بالمصيبة فلما يكون لك ورده منه كل يوم وتستحضر المصابي وتقوله يبقى أنت من الحمدين يبقى تبع سلام القايمة من أفضل الناس يبقى إذاً للذكر ده ده في حمد على المصيبة لأنك تستسلم أن رب العميس فأنا تقوله أنا راضي وبحمدك على المصيبة دي شوه المراقب العظيمة للذكر ده يبقى أنت لو عندك ابن مات افتكره خمس مرات عشر مرات قوله الدعاء ده عادي ابن عشر أصور لأن ربنا قل بديك نفس الأجر فبيبني لك قصر وتاخد كم عظيم من الحسنات لأعلم الله سبحانه وتعالى ياخد نفس الكم رحملناك فلوس لذلك أنا بانصح كل واحد استحضر كل المصائب اللي حصلتك في حياتك وانت مع عسكر الصباح والمساء وانت قاعد وقول دعاء ده بره بعد كل صلاة مع عسكر الصباح والمساء يعني ما تستنىش لما أنت تفتكر المصيبة لا لما ينسن الإسام بتنزعني المصيبة وبيستسلم وبيبقى الصباح عظيم فهيحتاخد نفس الصباح اللي انت خدته فبا كل يوم تجدد الصباح ده يبقى عمل يسير وصباح عظيم فأنا أكتب لكم كلام ده في الحفوصة بتاع الفيديو نسخوه ونشهرون شهد العمي في صباح عظيم العلم علما في النهو أجر معامل يوم القيامة لا ينقذ ذلك لا ينقذوا لكم لكي تفعيل الجرس اشتركوا في القناة لإساءالكم كل جديد وساعدوني عشرة سنة توقيع قولي قوليات استخفر الله لي ولكم